اسمعيل قاني لا يهدى جيئة وذهبا إلى المنطقة يأتي إلى بيروت من ثم يأتي إلى دمشق يختلفه في عدد الزيارات هل هنا ثلاث أم أربع لكن الثابت أنه أتى والتقى بالأسد وثابت كذلك أنه نصر الله أتى إلى دمشق والتقى بالأسد ومن ثم التقى الثلاثة حسن نصر الله والأسد وقاني كل ذلك طبعا بعيد ما حدث في 721 أول وطوفان الأقصى يجتمع هؤلاء ويرتبون أمور ساحة الممانعة الساحة العراقية والساحة السورية وصولا للساحة اللبنانية واليمنية على ماذا يتافق القوم؟ لا أحد يعلم بعد يقول هذه الأيام تكشفها مما كشفته الأيام وكشفه الإيرانيون قالوا اليوم والله نحن انتهينا من إنشاء أول بنك إيراني في سوريا وسوف يعمل هذا البنك خلال أيام قليلة كذلك مما تم كشفه في سوريا المستباحة من أخبار الميليشيات الميليشيوي الشهير نابل العبدالله يقيم حفلة وداعا أو وداعا لقائد القوات الروسية في سوريا يودعه ليأتي قائد آخر ويذهب هذا القائد الروسي إلى جبة أخرى وهكذا تستمر سوريا بين ميليشيوي قادم وميليشيوي ذهب حياكم الله فيما تبقى أجرى قائد ميليشيوي فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسمعي القاني ثلاثة زيارات إلى سوريا منذ عملية طفان الأقصى في السابع من شهر تشرين أول الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في شان الإيراني دكتور نبيل عتوم دكتور مرحبا مساء الخير دكتور معاذ مرحبا اسمعي القاني يأتي ويروح إلى دمشق يلتقي الأسد وحسن نصر الله أتى إلى دمشق واجتمع الثلاثة مع بعضهم هؤلاء الثلاثة من رابعهم على ماذا التقوا واتفقوا برأيك أولا يعني دكتور معاذ هو في إيران يطلق على اسمعي القاني الجنرال الشامي بمعنى هو المتخصص بشؤون المنطقة لاسيما سوريا ولبنان والعراق وبالتالي وسائل الإعلام الإيرانية خلال الزيارات الثلاثة المعلة اللي جاء من خلالها اسمعي القاني والتقى فيها ببشار الأسد وحسن نصر الله وأيضا تبعها زيارات إلى العراق أطلق على الزيارة الأخيرة الزيارة فوق استراتيجية بمعنى أنه سوف يكون لها تدعيات مهمة على أمن المنطقة وعلى الأمن الإقليمي كما يحاول أن يتحدث الإعلام الإيراني وأنا لا أثق كثيرا بالإعلام الإيراني وبتحليلاته لكن في نهاية المطاف أعتقد أن توقيت هذه الزيارة جاء في توقيت دقيق خصوصا مع تصاعد وتيرة العمليات الإبادة وعمليات الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة ومضي إسرائيل ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى لدعم إسرائيل بلا نهاية حتى تفكيك حماس وربما ضمن سيناريو أوسع ما يعرف بدعم هجرة إقليمية واسعة النطاق لكن تخلى لذلك أيضا جانب آخر دكتور معاذ هو تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الإسرائيلي ضد حزب الله اللبناني والحديث عن إعادة انتشار سواء حزب الله اللبناني خلف نهر الليطاني سنتيها سنتيها دكتور وإذا لم يتم تنفيذ ذلك نعم لكن أريد أن أقول دكتور معاذ نعم تفضل أن هذه الزيارة هي زيارة مهمة خصوصا أن الزيارات الثلاث التي تم الإعلان عنها كان هدف الزيارة الأولى هو تدارس عملية 7 أكتوبر وتدعياتها على مصالح إيران وعلى نفوذها في سوريا ولبنان ثم جاءت الزيارة الثانية التي جاءت لتنسيق غرف العمليات بعد أن قام إسماعيل قاني برفع تقرير مفصل إلى قائد الحرس الثوري الإيراني وإلى المرشد خامنئي وكان هناك توجيهات مباشرة بضرورة ما يسمى تنسيق عمل الساحات أو تضامن الساحات والمرحلة الثالثة هو الحديث الذي كان يعلن عنه عدد من المحللين الإيرانيين عبر وسائل الإعلام دكتور معاذية فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على حزب الله اللبناني وعدم الزج في مواجهة مواسعة النطاق مع الجانب الإسرائيلي وكان هناك تصريحات ملفتة في واقع الأمر وتعليلات ملفتة أنه إذا كان لابد من انخراط وكلاء إيران الموجودين عبر الحريق الإقليمي في مواجهة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي إسرائيلي وبشكل واسع أن تكون هذه المباشرة من خلال إحياء جبهة الجولان وبالتالي كان هناك ولزالت عملية إعادة انتشار لميليشيات إيران وأذرحها عبر الجولان السوري وأيضا إعادة انتشار لقوات حزب الله اللبناني في تلك المنطقة ونجاح إيران كما يقولون بتهريب أكبر للسلاح خصوصا الطائرة المسيرة والصواريخ في محاولة لإصار رسالة إلى الخصوم والمنافسين لسيما الجانب الإسرائيلي بأن هذه الميليشيات باتت على أهبة الاستعداد لإطلاق عملية في حال توجيه إسرائيل لضربة مباشرة إلى لبنان أن يكون الرد من خلال الجولان السوري حفاظا على حزب الله اللبناني كورقة ذهبية في ضمن تخادم سياسة تخادم الملفات الإيراني حسنا الأسد وحسن نصر الله يعني هذه الزيارات إلى ديمشق والليقاء مع بشار الأسد من أجل أن يحيد يعني والرجل صامت منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة أو من أجل تنسيق استخدام جبهة الجولان وإذا كان من أجل جبهة الجولان طيب أين الروس الروس غير موافقين على استخدام جبهة الجولان يعني هذه أحد الفرضيات أن الروس غير موافقين لكن في نهاية المطاف إذا كان هناك كما أعلن عن ذلك حتى يعني الإعلام الإسرائيلي على أنه الهدف القادم سوف يكون حزب الله اللبناني في حال لم يتم التوافق مع الحكومة اللبنانية أعتقد أنه سوف يتم تحريك جبهات يعني ميليشيات الحجري الشعبي سوف تتحرك الحوثي سوف يتحرك بشكل أكبر لكن المصالح الإيرانية دكتور معاذ هي مهمة بالنسبة للجانب الإيراني بعدم الزج في لبنان بعدم الزج في حزب الله اللبناني في هذه المواجهة المباشرة الآن الإيرانيين أثبتت أنه أحداث 7 أكتوبر انتهاج سياستين السياسة الأولى هي تخادم الملفات وهي سياسة قديمة اعتمد عليها الإيراني لمحاولة توظيف ما يجري في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام لتحقيق أكبر قدر من المكاسب حيث تم التوافق على عدد من النقاط مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالإسراع بالإفراج عن المليارات المجمدة لإيران وأيضا الحديث عن توافق أمريكي إيراني حتى تم بشكل مباشر لتهدئة الصراع وعدم توسيع رقعة المواجهة والاستراتيجية الأخرى هي تكييش الملفات أو تسليع الملفات بمعنى الاستفادة بشكل مباشر من اندلاع هذه المواجهات وهذه الأزمة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية للجانب الإيراني وحتى المكاسب النووية وانت شفت دكتور معاذ تصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت لاذعة ضد إيران وعندما سئل وزير الخارجية الإيراني أنه هل سوف يكون هناك إيدانة بمعنى أن ينقل الملف النووي الإيراني من مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي قال لا لدينا ضمانات أمريكية بذلك وهناك اتفاق تم إبرامو مع الجانب الأمريكي في سبتمبر أو ما يعرف في وثيقة سبتمبر حاول كثير من البنود التي لم يتم الإعلان عنها لكن الآن الإسرائيليين يدركون تماما أنه لن يتم السماح لحركة حماس بإعادة الكرة مرة أخرى بمعنى سبعة أكتوبر جديدة الآن نظر إلى عملية سبعة أكتوبر التي قامت حماس بشنها على الجانب الإسرائيلي وأيضا عمليات حزب الله اللبناني في حالة اتساحها سوف تشكل ليس فقط تهديد أمني بالنسبة للجانب الإسرائيلي بل هو تهديد وجودي وبالتالي الجانب الإسرائيلي سوف يستغل وجود القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة حاملات الطائرات أيضا الوجود المكثف لبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول لمحاولة تحقيق عدة أهداف من ضمنها أنهم يخلصوا من موضوع لبنان عبر إما الوصول إلى تسوية وهذه التسوية لن تتم إلا عن طريق إيران وانت تعرف إيران ضمن الاستراتيجية تخادم الملفات وأيضا تسليع أو تكييش الملفات سوف تحاول أن تحقق أكبر قدر من المكاسب وبالتالي إسماعيل قآن إحدى ما يزور سوريا ويلتقي بحسن نصر الله وينسق مع ما يعرف بجبهة المقاومة هو يريد رفع سعر التكييش أو التسليع بالنسبة لهذه الملفات وتحقيق أكبر قدر من المكاسب وبالتالي هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية ورسالة أيضا للجانب الإسرائيلي لكن فيما يتعلق بجزئية الأسد الأسد وصلته تهديدات من الإسرائيليين عن طريق الإماراتيين أنه إذا سوف يتم شيء من جبهة الجولان هذا الأمر سيكلفك رأسك وبناء عليه الرجل منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة الرجل صامت والأمور هادئة تماما هل أصلا تغامر إيران صحيح دكتور لا اسمح لي دكتور تقول أن إيران تخاف على حسن نصر الله طيب ألا تخاف على بشار الأسد أيضا يعني بشار الأسد يعني في نهاية المطاف الإيرانيين لا ينظرون إليه بثقة كبيرة دكتور معاد يعني إذا بتتابع وسائل الإعلام الإيرانية هم تحدثوا بشكل كبير ضد الأسد ووجهوا انتقادات لاذعة ابتهموا بأنه هو يريد عمل صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإسرائيلي وحتى مع الجانب الروسي على حساب الجانب الإيراني هذا من ناحية من ناحية أخرى طرحوا مجموعة من سيناريوهات أنه هل هو الرجل مفضل بالنسبة للجانب الإيراني خصوصا أنه معروف عنه أنه شخصية براغماتية شخصية مماطلة لم يقم بسداد الديون وحتى أنه بعض النواب الإيرانيين تحدثوا عن ضرورة مش الضغط حتى على شخص بشار الأسد لتحصيل الديون وما تم دفعه للنظام السوري خلال فترة الحرب بل أيضا تهديد بشار الأسد بأن هذا الشخص هو شخص مراوغ وتحدثوا عن نظرية المؤامرة وتحدثوا عن جوانب عديدة وبالتالي بالنسبة لهم إذا أرادوا المفاضلة بين شخص بشار الأسد وحسن نصر الله سوف يضحوا ببشار الأسد لصالح حسن نصر الله هذا معروف بالنسبة للإيرانيين وبالتالي عندما نقول أن حزب الله اللبناني هو الورقة الذهبية أو الورقة الرابحة بالنسبة للجانب الإيراني هم يدركون أهمية حزب الله اللبناني ويدركوا أهمية دوره كرأس حربة ضد لاتخاذه مستقبلاً للمساومة وتحصيل أكبر قدر من المكاسب وبالتالي هم يعني الإيرانيين يدركون تماماً أيضاً أنه لا يمكن التعويل على شخص بشار الأسد وإذا أرادوا اتخاذ قرار لن يكون لدي لا حول ولا قوة بدليل أنه الزيارة الأولى إذا كنت تذكر دكتور معاذ لسوريا لإسماعيل قآني تزامنت مع سفر بشار الأسد وعدد من قيادات السياسية والأمنية إلى الصين وبالتالي من حل محله فعلياً هو إسماعيل قآني وحتى بعض الإيرانيين الساخرين سخروا من أنه قآني هو تسلم زي ما بيقولوا اللي هي أوراق الاعتماد لينوب عن بشار الأسد أثناء فترة غيابه عن الأراضي السورية وبالتالي هذا بيعطيك يعني فهم واضع على أن الإيرانيين فعلياً يغلبوا مصالحهم ويعلمون تماماً أن إذا أرادوا التضحية بالأزمات الإقليمية الموجودة في المنطقة لتحصيل أكبر قدر من المكاسب ضمن الإستراتيجيات التي تحدثنا عنها سوف يكون جبهة الجولان هو أقل ضرراً بالنسبة لهم من إحياء وإدخال حزب الله اللبناني في مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى نهاية حزب الله اللبناني قد تؤدي إلى تدمير لبنان وحزب الله يعني يعتبر ميليشيا مهمة في رأس الحرب أو في المشروع الإيراني وأحد المصدات المهمة لأنه يعولوا عليه كثيراً للتواصل لغسيل الأموال للمخدرات لتجارة السلاح وستراتيجية التواصل أيضاً مع حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أيضاً يعولون عليه في عمل كثير من المحطات الأمنية والعسكرية في منطقة شمال إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وبالتالي فوائد كثيرة لا يمكن حصرها إذن يعني جبهة الجولان هي جبهة الأرخص للأقل كلفة للإيراني لذلك الإيراني يحب هذه الجبهة يحب أن يعمل من خلالها بتسليع الملفات وبتسليع الأزمات يعتبر فعلاً هو هي الأقل كلفة بالنسبة للجانب الإيراني صحيح والأسد يعني لا حول له ولا قوة يعني إذا أرادت إيران أن تعمل من الجولان تعمل نقطة من أول السطر إيران قضي صحيح صحيح لأنه ضمن نعم نعم دكتور معاذ الإيرانيين يعني حتى بتهكموا على على بشار الأسد في إعلامهم وبيعتبروه هو عبارة عن دمية طيب يعني ولا يمكن الرهان عليه لأنه حتى عندما كان هناك تطبيع نقطة أخيرة فقط ايه تفعل لا يمكن الرهان عليه ليش لأنه ما صار فيه تطبيع تطبيع من جانب النظام السوري ودول الخليج العربي على وجه التحديد شنت وسائل الإعلام الإيرانية حملة شعواء على شخص بشار الأسد وقالت أنه هذا الشخص لا يمكن الوثوق فيه على الأخلاق يمكن يبيع إيران يا دكتور يعني الإيرانيين المال والرجال والعدة والعتاد كلها ليبقى بشار الأسد يعني الرجل أيضا يعني يعتبر درة تأخير صحيح لكن هذا الأمر ممكن لشخص لا يتابع أو بديش أقول لا يدرك كنه السياسة الإيرانية الإيرانيين في ناحة المطاف لديهم مصالحهم الموجودة في سوريا صحيح سوريا بعتبروا أحد المصادات للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني ولكن ضمن الرؤية والاستراتيجية الإيرانية هم يدركون تماما أنه شخص بشار الأسد هو شخص برقماتي كان هناك اندفاع من جانب النظام باتجاه بعض الدول العربية لسيام الخليجية وكان هناك حديث عن صفقة تم حتى أحد المسؤولين للإيراني الرئيس مجلس الشورى الإيراني قال يباف تحدث عنها أنه معلومات عن صفقة ما بين النظام السوري وعدد من الدول العربية لعادة بشار الأسد إلى حضيرة جامعة الدول العربية مقابل إجراءات سوف تكون على حساب الجانب الإيراني وتحدث مساعد قاد الحرس الثور الإيراني بشكل واضح وصريع لأنهم سوف ينتقل إلى الخطبة ويقلب الطاولة على الجميع وكانت هذه رسالة واضحة إلى شخص بشار الأسد حسنا أذهب بك الآن إلى جنوب لبنان هل يمكن أن يعود جماعة قوات الرضوان وجماعة حسن نصر الله إلى مبعد نهر الليطاني وتعقد إيران صفقة من ثم لماذا أصلا إيران تشعل جفة الجولان وإيران بإمكانها أن تعقد صفقة مع الأمريكي ومع الإسرائيلي ألا يمكنها ذلك يمكنها ذلك الآن الإيرانيين بيراهنوا على هذه الصفقة هم يريدون رفع كلفة كلفة السلعة كلفة الملف بمعنى أنهم لن يزجوا بحزب الله اللبناني في مواجهة مباشرة لكن إذا كان لابد من هذه مباشرة وإيران مضطرة لذلك سوف تشعل جبهة الجولان على الإطلاق لن ربما سوف تندر سياسة حزب الله اللبناني وإستراتيجية وضمن استراتيجية الاشغال الجزء كما يحدث حاليا وضرب الأعمدة ومحطات الاتصالات ومحطات الإرسال وغير ذلك حتى يتم الانتهاء من ما يسمى بهذه الغزوات الأعمدة لكن الإيرانيين هذه رفع ما يسمى به دائما سياسة حفة الهاوية هو لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وأنا قلت لك الدكتور معاذ أنه زيارة إسماعيل قآني الجنرال الشامي تندرج ذمن هذا الإطار بمعنى رفع الكلفة على الجانب الإسرائيلي أنه هناك تنسيق هناك غرفة عمليات مشتركة هناك ما يسمى به تضامن الساحات الذي قد يتحول في أي لحظة إلى وحدة الساحات لكن هذه الوحدة الساحات سوف تكون مشروطة ما الثمن الذي يرضي إيران؟ محددة وبظروف محددة في حال تأكدت إيران أنه سوف يتم توجيه ضربة مباشرة إلى حزب الله لبناني الثمن هو أولا التفاوض حول الدوري الوظيفي لإيران في المنطقة الأمر الثاني الملف النووي الإيراني ومحاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب في هذا الأمر الجانب الثالث إلغاء فكرة ما يسمى بالناتو العربي ومقررات مؤتمر النقب ومقررات مؤتمر العقبة والتنسيق الأمني والاستراتيجي وعمليات التطبيع على حساب الجانب الإيراني بين بعض الدول العربية لسيما الخليجية والجانب الإسرائيلي ومت راصدت بالدقة أكيد دكتور معاذ التصريحات الإيرانية التي كانت تتحدث بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بتطبيع عربي وبالذات خليجي مع الجانب الإسرائيلي بحيث يتم نشر القبة الحديدية في هذه الدول كما تعلن عن ذلك وكما تشيع إيران عن ذلك وربما بعض الجانب التي تتحدث عنها إيران هي منافية للحقيقة إقامة محطات أمنية وعسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي بتنسيق خليجي إسرائيلي وأيضا حرب الممرات وحرب الحدود التي تحدث عنها عدد من المسؤولين الإيرانيين سواء من أذربيجان نتيجة استغلال الصراع ما بين أرمينيا وأذربيجان في الجانب الشمالي بالنسبة لجانب إيران حرب أيضا ما يعرف بالقطاع الجنوبي أو القوس الجنوبي اللي بشكل تهديد خطير بالنسبة لإيران في حال تطبيع عربي إسرائيلي وبالتالي الصحف الإيرانية بعد أحداث السبعة أكتوبر بيوميا خرجت علينا عدد من وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث أن هذا نصر استراتيجي كبير لإيران خاصة أنها قد حققت مجموعة من الجوانب الجانب الأول هو تأجيل أو تأخير أو إلغاء فكرة التطبيع الخليجي الإسرائيلي لأن هذه الدول لن تكون لديها الجرأة لعمل تطبيع مع الجانب الإسرائيلي في الوقت الذي يقوم بعمليات إبادة ومحرقة في قطاع غزة الأمر الثاني إعادة الاعتبار للجانب الإيراني وبأن لديه وكلاء وأذرع موجودين في المنطقة قادرين على قلب الطاولة على الجميع الجانب الثالث الجلوس اجبار هذه الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الحريصة على أمن إسرائيل وعلى وجودها للجلوس على طاولة المفاوضات إذن يمكن أن تحصل هذه الصفقة ووضع كل الملفات على الطاولة وارد جدا إيران دكتور معاذ هي دولة الصفقات عندهم سياسة تسمى باللغة الفارسية في عندهم استراتيجية ندرسناها ونحن في جامعة طهران تسمى سياسة أو ما وراء الستار يعني بمعنى الإيرانيين دائما لديهم ما يعرف بالهدن أجندة أو بالأجندة المخفية غير الظاهرة يتفاوضون بالخفاء لتحقيق المكاسب هذه الصفقة كلما زادت وطيرة العمليات العسكرية في غزة كلما زادت وطيرة الاحتكاك من جانب حزب الله اللبناني والحوثي وميليشيات الحشد الشعبي عن طريق ما يسمى باستراتيجية الإشغال الجزئي سوف يضطر في نهاية المطاف الغرب وحتى بما في إسرائيل الجلوس مع الجانب الإيراني والتفاوض معه بشكل مباشر حسنا وأنا دائما بقول شوف الإيرانيين وين بتجه إلى اليمين وانظر دائما إلى اليسار مباشرة بمعنى أنه إذا أعطوا غماز على اليمين روح على اليسار مباشرة في وقت اللي بيصعدوا فيه الإيرانيين اعرف أنه الإيرانيين إما دخلوا في عملية تفاوض مع الدول الغربية أو يستجدوا عمليات التفاوض معهم لتحقيق أكبر قدر من مكاسب كنت تريد أن تقول تسمى باللغة الفارسية ما هي قطعتك يعني بوشتي باردي سياسة وراء الستار بوشتي باردي يعني بمعنى هم يتفاوضون خلف الستار الجماعة لا لعيبة الجماعة لعيبة باقي القصة أصلا وربما لديهم تأصيلات شرعية يعني وعقدية في هذا الموضوع طبعا مع سلاح الفتوى يعني شوف دكتور ماه لما صارت عملية 7 أكتوبر طل علينا أحد مراجع التقليد الإيرانيين بقول أن إذا تدخلنا بشكل مباشر سوف يكون هناك حرب إبادة للشيعة وبالتالي يعني لاحظ حتى في عملية 7 أكتوبر ما طل علينا أحد مراجع التقليد الإيرانيين حتى القريبين من السلطة ولا البعيدين عن السلطة ولا السستاني ولا في العراق ولا أحد مراجع الشيعة للأسف الشديد لدعم الجهات في فلسطين على خلاف الأزمات السابقة عندما حدثت الأزمة السورية كانوا يلجون إلى سياسة ما يسمى ببسيج مردمي سياسة التعبئة الشعبية عن طريق إطلاق الفتاوى التي تقول أن المهدي عندما كان في حرب 2003 قبل إسقاط النظام العراقي كانوا يقالون أن يقاتل في بغداد وفي سامراء وإلى آخر ثم في وقت الأحداث في سوريا قالوا أن المهدي يقاتل في دمشق ويقاتل في حلب وفي حماو وفي إطلب وإلى آخر لكن المهدي لغاية الآن لم يصل إلى غزة ولم يصل إلى تل أبيب للأسف الشديد يعني كانوا يبرروا هذه الفتاوى مراجع التقليد دائما بطلعونا بفتاوى اليوم بفيلم الفتاوى غائب عن القضية الفلسطينية وعن الأزمة الفلسطينية وهذا أمر لافت جدا بمعنى أن الشيعة ورأس الحرب إيران لازالت تمارس سياسة النائي بالنفس عنها وهذا شيء مدفوع مش أيضا تخدموا الملفات تسليع الملفات يعني تكيش تكيش أيضا تكيش الملفات تكيش من الكاش طيب قبل أن الوقت انتهى الأسف يعني الوقت مضى سريعا قاسم أسماعيل قاني يقال أنه ضعيف شخصية وخامن أي الرجل الآن بالمشفى يعني السرطان يفتكوا بجسده فتكا هل النظام الإيراني الآن في ظرف يؤهله لإجراء صفقات من هذا النوع يعني بالتأكيد هو في وقت لأنه فيه هناك مؤسسات هناك ما يسمى باللغة الفرسية تقول بيت رهبري بيت رهبري هو خانين رهبري البيت المرشد مثل الديوان الملكي أو الديوان الأميري أو رئاسة الجمهورية مجموعة من المستشارين الموجودين الذين يضمون مختلف القوى الأمنية الإيرانية والمستشارين المهمين الشؤون الداخلية والخارجية الإيرانية هم من ينسقون سياسة الدولة الإيرانية وبالتالي حتى في ظل غياب المرشد عن المشهد السياسي إيراني يعني إيران دكتور معاذ هي دولة مؤسسات في نهاية المطاف ولديها مشروع وهناك فئات محددة مؤسسات معنية بصناعة القرار فيما يتعلق بأبرز المستجدات ووضع البدائل واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بهذه الأزمات وبالتالي هم جاهزون في أي لحظة في هذا الأمر ربحت إيران إذن ربحت طبعا ربحت وخسر العرب للأسف الشديد إلامة إلامة طيب إحنا ما في عندنا مشروع دكتور معاذ يعني دائما أنا بتساءل بقول إلامة إلامة لكن يعني نسأل الله العافية بأعتقد أنه إحنا ما دمنا شف مرة كنا في جلسة كان فيها مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد الصدر فبقول أنا سعيد جدا بالذات من الدول العربية سألت ليش أنت سعيد قال يوميا بيجيني على مكتبي 21 تقرير من 21 عاصمة عربي من 21 سفارة إيرانية موجودة في 21 عاصمة عربية كل تقرير يختلف فيه تقييمه للسياسة الإيرانية وبالتالي لا يوجد هناك سياسة عربية موحدة اتجاه إيران البحث في شأن الإيراني دكتور نبيل أعتوب شكرا جزيلا لك كنت معي من عمّة تها ما توقع لاحظة قادمة بإذن الله ما توقع جيد كمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر